أهلا بكم سنكمل شرح مقالة الذي بدأنا في شرحه أمس من موقع بي بي سي والتي يتحدث عن الزمن تايم حيث شرحنا معنى هذه الكلمة وذكرنا أن الناس يدركون الزمن على أنه يسير من الماضي إلى المستقبل وذكرنا كذلك بأن علماء الأعصاب نيرو ساينتس لم يكونوا حتى الآن قادرين على تحديد منطقة في الدماغ والتي تكشف هذا المرور مرور الزمن وذكرنا كذلك بأن هناك قبائل ليست لديها كلمة زمن أو مفهوم للزمن في الأمازون سنرى الآن كيف ينظر أريستو إلى الزمن وكيف تنظر إليه العلوم علم الفيزياء قد لا نعرفاً Aristotle viewed the present as something continually changing and that by the year 160 the Roman emperor philosopher Marcus Aurelius was describing time as a river of passing events and in the west at least many would still identify with these ideas. الشيء الذي نعرفه هو أن أريستو إعتبر viewed إعتبر الحاضر على أنه شيء يتغير باستمرار continually changing وأنه في سنة 160 الإمبراطور الفيلسوف الروماني ماركوس أوريليوس أي هو إمبراطور وفيلسوف في نفس الوقت كان يصف الزمن على أنه نهر نهر من الأحداث العابرة أحداث عابرة أحداث تمر وفي الغرب يعني الغرب أمريكا وأوروبا الغربية at least على الأقل many would still identify with these ideas ما زال الكثيرون يعتبرون أنفسهم جزءا من هذه الأفكار يعني يؤمنون ويعتقدون بهذه الأفكار هذا هو المقصود إن كلمة identify يعني يميز يحدد يعين الهوية أنها جاءت من identity identity الهوية identify يحدد يعرف يعين الهوية لكن هنا عندما استخدمت with عندما تقول identify with others يعني أنا أعتبر نفسي جزءا من الآخرين هويتي هي هوية الآخرين وجزء منها لكن علم الفيزياء يخبرنا بقصة مختلفة لكن علم الفيزياء يخبرنا بقصة مختلفة على رغم أن الزمن قد يبدو كأنه يتذفق في اتجاه واحد فبعض العلماء يختلفون في هذا الرأي flows in one direction يتذفق في اتجاه واحد big to differ عندما تقول I beg to differ يعني أنا أختلف في الرأي أختلف بطريقة مهذبة أو politely to politely disagree in the last century in the last century في القرن الأخير Albert Einstein's discoveries exploded our concepts of time اكتشافاته Albert Einstein فجرت مفاهما عن الزمن Albert Einstein's discoveries exploded our concepts of time ينتقو في العربية بأينشتاين لأن هذا الاسم أصله اللغة الألمانية وفي الألمانية تنتقو بشتاين سوتي تنتقو ش he showed us that time is created by things أظهر لنا بأن الوقت تخلقه يخلق من طرف الأشياء it wasn't there waiting for those things to act within it فهو لم يكن ينتظر هذه الأشياء خارجا لكي تحدث داخله الأشياء هي التي تخلق الزمن ليس الزمن هو الذي ينتظر الأشياء لتقع داخله he demonstrated that time is relative أظهر بأن الزمن نسبي relative relative نسبي يعني ليس مطلق الزمن لدينا هنا على الأرض ليس هو نفسه الزمن في مجرة أخرى moving more slowly if an object is moving fast فهو يتحرك ببطء أو يسير ببطء إذا كان الشيء يسير بسرعة كلما أسرعت إلا وتباطأ الزمن كلما تباطأت أنت إلا وأسرع الزمن events don't happen in a set order الأحداث لا تقع في ترتيب محدد events don't happen in a set order there isn't a single universal now there isn't a single universal now ليس هناك حاضر كوني واحد هنا مقصود بحاضر الآن in the sense that newtonian physics would have it يعني كما تقول الفيزياء النيوتونية بمعنى الفيزياء النيوتونية in the sense بالمعنى in the sense that newtonian physics would have it it is true that many events in the universe can be put into sequential order ما هو صحيح أن الكثير من الأحداث في الكون يمكن أن تضع في ترتيب تسلسلي sequential order لكن الزمن ليس دائما أو لا يقسم دائما بشكل دقيق إلى ماضي حاضر ومستقبل but time is not always segmented neatly into the past, the present and the future بعد المعادلة الرياضية تعمل في كلا الاتجاهين some physical equations work in either direction in either direction في كلا الاتجاهين أو في أي من الاتجاهين هذه الكلمة تنتقو either أو either a few theoretical physicists بعض من أو القليل من علماء فيزياء النظرية theoretical تعني نظري such as the best-selling writer and physicist كارلو روفيلي مثل الكاتب والفيزيائي كارلو روفيلي ذو الكتب المبيع بشكل كثير الكاتب لديه كتب مبيع بشكل كثير أنا لا أعلم إن كنا نقول الكاتب الأكثر مبيعا take it even further يعني يأخذ الأمر أبعد من ذلك take it even further speculating that time neither flows nor even exists it's an illusion time neither flows nor even exists it's an illusion of course of course بالطبع although some physicists propose that time does not exist time perception our sense of time does على رغم أن بعض الفيزيائيين يقترحون بأن الزمن لا يوجد فإدراكنا للزمن يوجد although some physicists propose يقترحون propose that time does not exist time perception our sense of time does this is why the evidence from physics is at odds with how life feels لهذا فإن الأدلة من الفيزياء تتعارض مع كيف نشعر في الحياة أو كيف تبدو لنا الحياة this is why the evidence from physics is at odds at odds يعني تختلف تتعارض with how life feels our shared idea of what the concept of future or past mean may not apply to everything everywhere in the universe but it does reflect it does reflect the reality of our lives here on earth of what the concept of future or past or past mean لما يعنيه مفهوم concept concept future or past قد لا تنطبق may not apply may not apply على كل شيء في كل مكان to everything everywhere in the universe لكنها تعكس واقع reality reality of our lives here on earth like the newtonian idea of absolute time however our belief in how time works for humans can also be misleading and there may be a better approach مثل الفكرة نيوتونية عن الزمن المطلق absolute time فإن اعتقادنا للطريقة التي يعمل بها الزمن عفوان بالنسبة للبشر يمكن أن تكون مضللة misleading يعني بما فكرتنا بالليف عن الزمن قد تكون misleading مضللة belief اعتقاد misleading مضلل and there may be a better approach وقد تكون هناك مقاربة أو طريقة أفضل أحد الجوانب لإدراكنا للزمن التي نشترك فيها يعني نحن البشر هي كيفية تفكيرنا في الماضي فنحن نعتبر الماضي على أنه مكتب ضخم من الفيديوهات أو مكتبة فيديو ضخم أرشيف نقوم باستخراج سجلات أحداث حياتنا منه يعني على أنه أرشيف تضايرك وتستخرج منه سجلات لأحداث في حياتك One aspect of time perception many of us share is how we think of our own past as a kind of giant video library an archive we can dip into to retrieve records of events in our lives aspect aspect جانب جانب من الجوانب retrieve يستخرج يسترجع to retrieve records يعني يسترجع السجلات لكن علماء النفس psychologists أظهروا demonstrated بأن الذاكرة الأوتوبايغرافي يعني ذاكرة السيرة الذاتية لا تعمل بتلك الطريقة مطلقا 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 at all at all فمعظمنا ينسى forget forget ينسى أكثر مما يتذكر يتذكر remember remember أحيانا ننسى بأن الأحداث قد وقعت يعني حتى أننا ننسى أنها وقعت لأننا ننسى فقط التفاصيل الأحداث events events على الرغم من إلحاح الآخرين بأننا كنا حاضرين كنا هناك insistence إلحاح insistence ففي أحيان يعني في الكثير من الأحيان حتى التذكير يعني تذكيرنا بهذا الأمر لا يساعد أو لا ينجح في تحفيزي ذاكيرتنا جوغ are memories a reminder التذكير a reminder but psychologists have demonstrated that autobiographical memory is not like that at all most of us forget far more than we remember sometimes forgetting events happened at all despite others insistence that we were there on occasion even the reminder there's nothing to jog our memories as we lay down memories we alter them to make sense of what happened عندما نضع ونستعرض الذكريات memories فنحن نغيرها لكي نفهم ماذا وقع we alter we alter نغير to make sense يعني لنفهم to make sense every time we recall a memory we reconstruct the events in our mind and even change them to fit in with any new information that might have come to light كل مرة نتذكر ونسترجع ذاكرة أو ذكرة memory recall يتذكر فنحن نعيد بنا الأحداث في ذهننا we reconstruct the events in our mind we reconstruct the events in our mind نعيد بنا الأحداث في عقلنا and even change them وحتى نقوم بتغييرها نصل لدرجة أننا نغير الأحداث ليس فقط نستعيدها كما هي to fit in with any new information لكي تتطابق أو تتناسب أو تنسجم to fit مع أي معلومات جديدة that might have come to light التي قد تظهر للنور يعني أي معلومات جديدة قد تظهر لنا that might have come to light ولهذا فإنه من السهل أن تقنع الناس بأن هناك بعض التجارب التي وقعت لهم في حياتهم على الرغم من أنها لم تقع يعني أن تظرع ذاكرة جديدة في عقول الناس and it's much easier than you might think to convince people that they have had experiences which never happened and it's much easier than you might think to convince people that they've had experiences which never happened convince يقنع العالمة النفس Psychologist Elizabeth Loftos قامت بعقود من الأبحاث وهي تقنع يعني في هذا الأمر تحاول إقناع الناس أقنعت ليس فقط تحاول أقنعت الناس بأن يتذكروا أنهم قبلوا ضفضعا أخضر ضخم giant green frog أو بأنهم قد التقوا مع بغز بني في ديزنيلاند هذا هو بغز بني وبأن بغز بني هو مشرد character يعني شخصية في ورنر بروس فهذا لا يمكن أنه قد حدث مستحيل أنه قد حدث هذا لا يمكن أن تحدث هذا لا يمكن أن تحدث هذا لا يمكن أن تحدث The psychologist Elisabeth Loftos has done decades of research on this persuading persuading people they remember kissing a giant green frog or that they once met Bugs Bunny in Disneyland as he's a Warner Bros character so هذا لا يمكن أن تحدث even recounting an anecdote to our friends can mean our memory of that story goes back into the library slightly altered هنا يعني عندما تقوم ب سرد حكاية anecdote حكاية لأصدقائك فهذا يعني بأن ذكرى تلك الحكاية تقرع إلى ذاكرتك بشكل مختلف يعني كلما تقوم باستراع ذكرى فهذه الذكرى تتغير لا تبقى كما هي Even recounting recounting حكي سرد an anecdote to our friends can mean our memory of that story goes back into the library slightly altered هنا لا يقصد library المكتبة إنما المقصود هو ذهنك ذماغك slightly altered متغيرة بشكل طفيف slightly slightly ليس كثيرا إنما بشكل طفيف goes back goes back ترجع شكرا لكم على المتابعة كما أصبق أن قلت لكم فهذا مقال طويل لذلك سوف أشرحه مرة أخرى في درس آخر أتمنى أن نكمله في الدرس الثالث وإن لم نكمله في الدرس الثالث سأزيد درسا رابعا آخر أوكي إن كنت أحد تلاميدي في القسم وتشاهد هذا الدرس أدو أن تعطيني معنى هاتين الكلمتين أو ثلاث كلمات perception لأنها ذكرت في هذا المقال مرات متكررة perception فلا كلمات ترجمة 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 نانسي قنقر بعما تر 피부 يقوش بسوئك ترجمة نانسي قسي الناس قائد كنقر إن الأعزل